المدرب الأجنبي بالأمس خرج دكتور إهاب الكومي عضو اتحاد الكرة وأعلن بشكل رسمي أن تم إجراء اتصالات مع المدرب الفرنسي هيرفي رونار وأعلن بشكل رسمي أن المدرب الفرنسي أبدأ موافقة على تدريب منتخب مصر ودي المعلومة الحمد لله لمفردت بيها الإسبوع اللي فات وقلت أن في مفاوضات متقدمة جدا مع المدرب الفرنسي هيرفي رونار فكرة بقى حد يطلع يقول لي أصلي دي باللونة اختبار أصلا بيحاولي هدوا الرأي العام أنا مش قصتي أنا قصتي أن المعلومة حصلت ورسميا فكرة بقى أن القرار يحصل ما يحصلش يتم التفاوض ما يتمش التفاوض ده جانب تاني دي مش شغلتي أنا شغلتي أقول لحضراتكم خبر أقول لحضراتكم خبر والناس عملت متابعة وتأكدت من صحة الخبر وبالأمس في تصريح صوت وصورة لعضوة اتحاد الكرة أعلن فيها بالأمس أن فعلا هيرف رونار رحب بتدريب منتخب مصر المعلومات اللي عندي هيرف رونار فعلا رحب بتدريب منتخب مصر ولكن وضع عدة شروط يعني حرصا على المصادر ما ينفعش أتطرق للشروط لغاية لما نشوف الاتفاق العام هيمشي إزاي هلا يتم الموافقة على هذه الشروط ولا هيتم تعديل هذه الشروط مش هدخل في التفاصيل فيها لغاية لما نشوف إلا يحصل الفترة اللي جاية ولكن لم يتم التحدث حتى الآن عن أي تفاصيل مالية لم يتم التحدث حتى الآن عن أي تفاصيل مالية هل المنظومة ممكن تتصلح بتعيين هيرف رونار فقط؟ أكيد لا المشكلة اللي بتواجهها الكرة المصرية حاليا ليست مشكلة فنية فقط ولكن مشكلة إدارية مشكلة فنية مشكلة في السيستم العام لإدارة الكرة المصرية ثلاث مشكلات هتحل المشكلة الفنية بتعيين مديري فن عنده خبرات كبيرة ده جانب حلو جدا وجانب إيجابي وإصلاح في نسبة معينة ولكن انت عندك مشكلة إدارية انت عندك مشكلة إدارية انت ما عندكش جهاز إداري للمنتخبات الوطنية في التحاد الكور ودي كرسة دي كرسة يعني النهاردة آرى خبر يقولك إيه المشرف العام الكابتن حازم لم يتقدم باستقالته كمشرف عام ومستمر في مهام منصبه كابتن حازم مشرف الكابتن براكات مشرف الأستاذ خليط درندالي مشرف الأستاذ جمال علام مشرف أنا القصة بالنسبة لي مش مين المشرف العام أنا القصة بالنسبة لي هيجيبه مين في الجهاز الإداري هيجيبه مين في الجهاز الإداري لأن تعيين الجهاز الإداري لمنتخب مصر كان سبب من ضمن الأسباب الرئيسية اللي فشلت الجهاز الفني مع كامل احترامي للجهاز الإداري اللي كان موجود في المنتخب الفترة الأخيرة مشاكل إدارية لا حصرة لها اللي تخبرت لا حصرة لها ففكرة انك حتى لما تجي تقولي الجهاز الفني عندك جانب ايجابي ان فيه جهاز طبي نحافظ عليه بس لازم يكون عندك جهاز اداري عنده خبرات كبيرة لما كل شوية تمشي مدير فني وتمشي معك جهاز الاداري بقى انت عندك مشكلة ادارية كبيرة فكرة انك تجيب نجمي قورة تاني يبقى مدير اداري او مدير منتخب يا جماعة يا مش بالنجوم الفكرة مين اللي في المطبخ او مين اللي عنده ده هليز العمل في القرى الافريقية يقدر يسافر ويحضر ويعمل معسكرات ويبقىش فيه مشكلة ادارية هي دي الفكرة انا بالنسبالي مش لازم اللي يوضع المكان ده على كرس المكان ده نجم انا بالنسبالي المنصب ده مين عنده خبرات وما تجيب ليش حد في المنصب ده كان ليه يعني نتائج سلبية قبل كده مدير كورة في نادي او مدير منتخب في مكان ما او في فترة ما كان عنده مشاكل ادارية او نادي اتخصم منه نقاط ده امر هيبقى غير مقبول انت لما تجيب حد في المنتخب في المكان ده حد يكون عنده خبرات حد عنده صوابق خبرات حد نجح حد عنده صيرة ذاتية جيدة ما فيهاش غلطة ما فيهاش غلطة لكن اسمع النهار ده اسمعها عن ناس بترشحها مدير منتخب والناس دي المفروض لما كانت مسك نفس المنصب الاداري في الاندية اتخصم منها نقاط في البطولات الافريقية يبقى ده احنا كده بنهزر يبقى بنرجع تاني لنفس المشكلة بينجيب صحابنا ببنجيبش حد يفيد المكان ده فانت المشكلة الفنية بتفوض افضل مدير في افريقيا هيرفو رونار اتمنى تنجح ولكن عندك مشكلة ادارية لازم تجيب ناس تقدر تفيد المنتخب في المكان ده تقدر تفيد ويبقى عندك جهاز اداري بجد وقت ما تمشي مدير فن في اي مرحلة لكن عندك اساس جهاز توبي جهاز اداري عندك محللين اداء جهاز سكاوتنج متميز لازم يبقى عندك الادارات دي على فكرة القصة مش فكرة من مدير فنه خلاص وخلصت الحاجة التالتة السيستم ايه هو السيستم النظام هل عندك نظام ما عندكش نظام بدليل انك لسه معين دلوقتي الكابتن علاء نبيل مدير فن للتحاد الكر الكابتن علاء نبيل ليه خبرات كبيرة جدا لاعب ومدرب ويعني تاريخه التدريبي وتاريخه الرياضي حد لغوا برع عليه نتمنى له التوفيق ولكن برضو اختيار مدير فني في فترة المجلس زه يتغير بعد ست شهور هل الكابتن علاء يحط خطة ست شهور ولا يحط خطة اربع سنين طب المجلس اللي هيجي بعد المجلس الحالي هل هيدعم استمرار علاء نبيل ويدعم تخطيطه للفترة اللي جاء ولا هيجي يشيل ويجيب ناس جديدة ما اي الفكرة مش بينشيل ناس ويخط ناس لازم يبقى فيه خطة معلنة ولو هتشتغل للست شهور اشتغل للست شهور ويسيب الفرصة للناس الجديدة اللي هتيجي هي اللي تحط الخطة اللي هتشتغل عليها لفترة الجاية هتسيبي كابتن محمد يوسف مدير فني للمنتخب لغاية نهاية مدتك اوكي هتجيب جهاز فني يبقى لازم دلوقتي قبل بكرة وانا قلت فعلا المنتخب محتاج جهاز فني دلوقتي ليه لان بخلاف الدورة الودية في الامارات انت عندك اصلا في شهر ستة تصفيات كاس عالا عندك في شهر تسعة تصفيات كاس امم افريقيا وبالتالي مفيش اي رفاهية للوقت دي كانت كل التفاصيل اللي عايز اتكلم فيها على منتخب مصر والاختيارات اللي بتتم فيه الساعات الاخيرة واتمنى يبقى فيه مدرب كبير زي هير فرونار ولكن لازم يقوم معه جهاز اداري متميز لازم يكون فيه سيستم عشان المنظومة تنجح طول ما احنا ماشيين بنفس السياق ده مفيش فايدة وان لو حد مسئول في الاتحاد موجود جوا مجلس الادارة تغيب عن اجتماع مبارح ده امر غير مقبول اللي يقضي على الكرسي ده لازم يعرف قيمة البلد دي ولازم يخدمها ولو فشل يقول انا فشلت زي ما بتنجح والناس كلها بتشيط بيك وتقول عليك انت نجم وانت 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 وانت